اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي. في الفيديو ده هصور معاكم غدا النهاردة هو عبارة عن سمك بلتي هيبقى ماشوي ومقلي ويرز سمك على طريقتي هيعجبكو جدا ان شاء الله. ومعايا ده السمك اللي هعمل منه الغدا النهاردة جزء ماشوي جزء مقلي. طبعا بتاع السمك بين الدفولي من جوا ومن برة وكله. بجانا اخسيله بقى هنا كواس جدا برضو. وانقعه طبعا في ميا وملح وخل وشطفته كويس جدا وسيبقى يتصفى. ومعايا بقى التدبيلت السمك في سوستهم صحيحة وقرنين فلفل حامي وملح وفلفل اسود وكمون مطحون وكزبرة مطحونة. اخد كل المكونات دي مع بعض اضربها في الكبة مع شوية خل وشوية عصير لمون. واحضرهم للتدبيلة. اه خلاص ضربتي كل المكونات بتاعتي التدبيلة معايا بقت بالشكل ده. ده قوامها كده وده شكلها. باخد منها معلقة كبيرة على جنب في طبقة كده على جنب. هستعملهم معايا في الرز. بخليهم على جنب. واتبل بقى كمية السمك اللي معايا كلها بالتدبيلة دي. من جوة كده واتبلها كويس جدا. رز معايا حل على النار فيها زيت. آآ زيت نباتي طبعا آآ الرز السمك بتعمل بالزيت مش بالسمنة. وآآ بصلتين مبشورين كده بالمبشرة. آآ بيتشوحوا كده لغاية ما لونهم يبقى دهب كده بالشكل ده. بديف فاطمة ماء كبيرة مبشورة. وجزرتين برضو مبشورين. آآ كله مبشور كده بالمبشرة العادية. آآ وبقلب كده الخضار بشوحوا مع بعض شوية كده. ولما يتسبك كده بالطريقة دي أو يدبل بالطريقة دي. بنزل عليه دلوقتي بمعلقة التدبيلة بتاعة السمك اللي كنت شايلها على جنب. بتدي طعم جميل جدا جدا للرز جربوها. آآ وطبعا مع الجزر والتماطم والإضافات الحلوة دي طريقة جديدة الرز السمك آآ يعني مختلفة على الرز الصيادية اللي هو بيبقى البصل بتاعه كتير. وبنخليه لغاية ما يغمق ولونه بيبقى بني. ده بيتلع لونه جميل وطعمه مختلف وجميل. وبعد كده بزود بقى الميا بتاعتي ولما بتغلي غالية قوية كده بنزل عليها بالرز اللي انا غسلاة ومصفية بالشكل ده. وبضيف بقى كمية الملح المناسبة ولما ولو لقيت بقى بعد اضافت الرز عايز ميا كمان بزود بقى الميا بحس ان يبقى مستوها كده بقى فوق الرز معقول بالشكل ده. ولما بيغلي غالية قوية كده بوطع بهدي عليه بقى خالص واغطي وسيبه يستوي على مهله. وهنا معايا دي الردة لشوي السمك. ودي ايه اللي قالي السمك الردة دي اللي هي النخلة. طبعا بحط السمكة فيها وزي ما احنا ملاحظين انا مخليها بتاع السمك من الضفل السمكة من بره ومن جوه وكله. علشان ما بحبش اسيب الكشوري الولاد ما بحبوش يكلوها. وهي علشو السمك بتاعي معايا هنا طاصة دي طاصة حديد تقيلة كده مخصصها للسمك بس. او لو حد عنده صاجة او حديدة بقى بيشو عليها السمك يعني انما دي طاصة حديد عندي مخصصها لشوي السمك. بغمص طبعا السمك في الردة كويس جدا من ناحيتين. وبابقى مسخنها كويس جدا جدا عن بعدين احط السمك. واوطي النار شوية بسيطة كده تبقى متوسط عشان يستوي كويس. والدلوقتي بقى بعمل دقة كده. بعد شاوي السمك كده بحطها على السمك. اللي في الطبقة دي عبارة عن خل وعصير لمون. ومعايا ملح وكمون مطحون وشطة وكوس بارا مطحونة. بضيفهم كده على الخل واللمون اللي معايا. وبدأوبهم كويس جدا معاه وبسيبهم بقى لغاية ما السمك تشوي وهنا عايز اشوف السمك بقى زمانه حمر بقلبه عن ناحية التانية زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله ولا لزق ولا اي حاجة واخد لون جميل بالرغم ان زي ما قلتلكو شايلة القشور من عليه لان الولاد ما يكلهوش ابدا لو لقى القشور دي عليه من برة وهنا لقى لي السمك بقى جايبا زيت طبعا غزير عن نار بيسخن كويس جدا وبغمس بقى السمك اللي هيتقلي في الدقيق كويس جدا برضو من الناحيتين وبعد كده بحطه في الزيت عشان يتقلي السمك بالطريقة دي كده بحاول بقى احط التدبيلة دي او الدقة اللي انا عاملها في من جوة وعلي من برة بسقيه كده بالتدبيلة دي كلها من برة ومن جوة بالشكل ده زي سخن كده الوقت لسه طالع فهحاول كده عايزة من الناحيتين يتسقى بالدقة دي كده كويس وبفتح كده السمكة من جوة وحطي برضو جزء منها من جوة ومن برة بسقيه كويس جدا بالدقة دي بتديله طعم جميل كده وباضطر لحم السمك والتبال وتحيقه بيبقى طعمه جميل اول شكل غدانا النهار ده بعد ما خلص ده كده شكل السمك المشوي وعلي الدقة هلئة اللي قلتلكو عليها وده السمك المقلي معنا وده كده شكل الرز شكله جميل جدا ان شاء الله البصل والجزر باينين كده وميديين له لون جميل وطعم برضو جميل ان شاء الله تجربوه يعجبكم عملت صلاة الخضرة طبعا مع الاكل يا رب غدانا النهار ده يكون عجبكم تجربو الرز ده فعلا جميل تغيير عن الرز الصيادية اللي بيبقى البصلة بتاعته غمقه وبيبقى لونه بني ده بقى يعني لونه مختلف وطعمه مختلف وحاجة جديدة كده وجميلة ان شاء الله تجربوه وتعجبكم يا رب الفيديو يكون عجبكم النهار ده متنسوش بقى كل اللي يشوف الفيديو يضغط على لايك عشان تعرفوني الفيديو عجبكم ولا لا واللي مش مشترك معنا في القناة نورنا بالاشتراك فيها واستنوني على خير في فيديو جديد من سلوب حياتي مع السلامة